في ضرب لمنظومات الأمن لم تتوقف بعد تتسيد لغة الاعتذاء الجديدة في المنطقة عموما والعراق على وجه الخصوص بعد أن تطورت الهجمات القتالية بإنتاج طائرات مسيرة تحقق مآرب جماعات مسلحة وفصائل خارجة عن القانون تكشف أمريكا على لسان قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط أنها نهج عدواني جديد لإيران تدعم به فصائل موالية لها في المنطقة درونز إيران التي تقلد أحدث المسيرات في العالم وتنتجها في قاعدة كاشان وسط إيران يصنفها المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب على أنها حجر الزاوية في منظومة تصدير الإرهاب الجوي الإيراني بالمنطقة واصفا إياها بأنها منظومة أسلحة فتاكة ودقيقة مصادر أمنية إسرائيلية كشفت بأدلتها في تتبع الإنتاج الإيراني لتلك المسيرات على أن مجمع عراقية تمتلك العشرات منها ما يضع الرهان على ألية وهدف استخدامها سيما ما يحدث بين فترة وأخرى من عمليات اعتداء على مواقع في العاصمة بغداد أو استهداف أرتال التحالف الدولي تطور أمني خطير في مقياس بحث الدولة العراقية عن استقرار أمني يتزامن مع التوتر في المعادلة السياسية ويتزامن أيضا مع اقتراب تحول مهام القوات الأمريكية في العراق من عسكرية إلى تدريبية ما يجعل المستقبل فوضوي قد ترتفع فيه مؤشرات الاعتداء بالطائرات المسيرة سيما أن طهران تعتمد هذه اللغة في الضغط للوصول إلى مأربها بتحقيق أهدافها من الاتفاق النووي تصفية حسابات على أرض العراق يقع الشعب ضحيتها ما يتطلب اتخاذ إجراء أمني كبير المستوى يحفظ سيادة البلد ويضمن تطهير البلاد من اقتناء مسيرات خارجة عن سرب القانون ترجمة نانسي قنقر